عندما ذهبت الخلافة الإسلامية من بني أمية إلى بني العباس اختفى جميع رجال بني أمية وكان من بيدهم إبراهيم بن سليمان ابن عبد الملك وكان لإبراهيم بعض الرجال المقربين للخليفة العباسي فشفعوا له عند أبي العباس السفاح أول خلافاء الدولة العباسية فعفع عن إبراهيم وفي ساعة صفاء جلس الخليفة مع إبراهيم وقال له يا إبراهيم حدثني عن موقف غريب حدث لك أيام اختفائك فقال إبراهيم كنت مختفيا في بيت من بيوت الحيرة وفي يوم وبينما كنت على ضحل ذلك البيت أبصرت رايات سود قد خرجت من الكوفة تريد الحيرة فضمنت أنهم يبحثون عني فخفت وهردت من تلك الدار وتنكرت وأسرعت إلى الكوفة وأنا لا أعرف عند من أختفي فنظرت حولي فإذا ببيت كبير دخلته فقابلت رجلا طيبا نظيف الثياب بهي الطلعة فسأل لي ما حاجتك فقلت له أنا رجل خائف على لفسه جاء يستجير بك فأجارني الرجل وقدم لي ما لذ وطاب من الطعام واللباس دون أن يسألني عن اسمي أو سبب غروبي وكان هذا الرجل المهاب يركب كل يوم حصانه حاملا سيفه من الفجر ثم يعود عند الظهر حزينا كأنه كان يبحث عن شيء ولم يجده فقلت له يوما لماذا أراك تخرج كثيرا فقال لي إن إبراهيم بن سليمان بن عبد الملك قتل أبي وقد عننت أنه قد اختفى بالحيرة وإني أبحث عنه لعلي أجده فأثأر منه فلما سمعت ذلك اشتد خوفي وضاقت الدنيا أمامي وقلت في نفسي لقد أوقعت نفسك في قبضة من تهرب منه ثم سألت الرجل عن اسمه واسم أبيه فعلمت أن كلامه حق فقلت له جزاء لكرمك ولكل ما فعلته معي فإني سأخبرك عن قاتل أبيك فقال لي أين هو فقلت له أنا الذي قتل أباك فخذ بثأرك مني فقال لي بعد أن ظن أني أنزح أل أحزنك فراق أهلك ودارك فأحببت أن تموت هرب من الحياة فقلت له لا والله بل أنا الذي قتلت أباك وحددت له يوم مقتله وسبب قتله فلما سمع رجل كلامي وتأكد من صدقه تغير وجهه وانتفخت عيناه وزمجر قليلا ثم فكر بعض الوقت ونظر إلي وقال أما أنت فغدا ستلقى أبي أمام حاكم عاد فيأخذ بتأريه منك وأما أنا فلن أغضر بك بعد أن أمنتك لكني أرغب أن تقتعد عني فلا آمن عليك من شرلي وقدم لي ألف دينار فرفضت أن أخذها فهذا يا أمير المؤمنين أغرب ما مر بي ونم أرى أكرم من هذا الرجل ولم أسمع بأفضل منه في العفو والكرم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة